السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال يا شباب رجعلكم مقطع جديد مقطعنا اليوم راح نتعرف على بركات الافخاخ الكل قاعد بكتبنا في الكومنتات زوروا شو بركات الافخاخ اللي حاليا قاعد تستخدمها في تفخيخة وان طبعا في فئة كبيرة ممكن جديدة ممكن قديمة يعني مع تغيير نظام اللعبة زي ما احنا شايفين ممكن انه بعض الافخاخ اتغيرت بركاتها طبعا زي ما بنعرف انه عدد الافخاخ الموجود معنا في اللعبة اللي هي بعدد اثنين وعشرين طبعا اتوقع انه عددها اثنين وعشرين اذا كان غلط عندي صححونا في الكومنتات شو العدد الصحيح فراح نبدأ في البركات تبعة الافخاخ طبعا هاي التشكيل اللي بفوت فيها اللي هي بتعطيلي لتنين وخمسين ونص بالمية والتيم بيرك اللي هو الدمج الافخاخ ثمانية ونص بالنسبة الهيرو الموجودة عندك تنضرب بخمسة طبعا هذا التيم بيرك بيجي من الميجا بيس الميثيك الاساسي الموجود في اللعبة وهي هي التشكيلة كاملة موجودة امامكم للي حاب يشوفه فخلينا نفوت ونروح على اللي هو الاستيماتيك ونروح على الافخاخ طبعا زي ما احنا شايفين عنا انواع الافخاخ كلاتها امامنا فطبعا يعني في بعض الافخاخ ما لها اي استخدام للأسف يعني في بعض الافخاخ اساسية ومهمة جدا اننا نلعب فيها فطبعا بتواين اكثر الافخاخ اللي من اعتمدها اللي هو فخ القراصنة عنا فخ الغاز من اقوى الافخاخ الموجودة في اللعبة عنا الفلور عنا اللي هو البوكس عنا الول داينامو عنا الول لايت وعنا يعني الافخاخ هاي يعني تعتبر من اهم الافخاخ وعننا كمان الشوك الارضي للتبطيء اللي بعطينا 30 بالمية تبطيء للزومبي فيعني افضل البركات لهاي الافخاخ راح نستعرض لكم افخ عنا حاليا بالبداية اللي هو اول فخ عنا فخ القراصنة طبعا فخ القراصنة يعتبر انه من الانواع او اللي يشتغل على نوعية الفيزيكل راح يعطينا 44 بالمية دمج طبعا بركات الافخاخ بالنسبة للناس اللي ممكن حاطينا فول دمج ممكن حاطوا فرصة مع ضرر مع فرصة من غير ريلود طبعا هذا الشي بيرجع لك ممكن ناس حاملين اثنين ريلود طبعا انا بالنسبة للي اول اللي شايفوا افضل شي هاي هي البركات طبعا اول شي عنا فخ القراصن اللي هو دمج كريت دمج كريت ريتنج ريلود سبيد طبعا دربلت ليش حاطة اخر شي لا زيادة عدد استخدامات الفخ يعني هون انا اوصل عندي واحد وخمسين عنا الكريت شانس آآ ثمانية وثلاثين بالمية عنا اللي هو النوكباك سبعمية عنا الدمج سبعمية واثنين وثلاثين وعنا كمان هون ريلود طايم ثمانية ونص يعني فخ كويس يعني اداءه كويس على الفيزيكال السماشرات او الزومبيات العادية بالفيزيكال حيكون عليهم قوي زي ما شفته يعني بالثلاثين هجمة وزعنا كثير منه فخ القراصن عنا فخ اللي هو الاطارات طبعا من الافخاخ اللي جدا انا بنظري سيئة جدا وبتعمل لاق واذا كثرتها بتكثرها وبتنزل والزومبي بينعجي خصوصا ابو جره راح يفجر الجره في الارض اول ما يشوف حاله محشور ويجيب لك العيد فهذا الفخ يعني بعتبره سيئ جدا وما قليلين جدا اللي بيستخدمه عنا فخ السيلينج الكتريك فيل طبعا هذا الفخ يعني كويس بالمهمات العادية للناس اللي في بدايات ستون وود بلان كيرتون كاني فاري بفيدكم هذا الفخ طبعا فخ بركاته طبعا زي ما تشايفين الفخ اللي هو بركات اللي هو طبعا هيكون نيتشر معانا راح يشتغل على الزومبي اللي هو الناري مية في المية معانا راح يشتغل عليهم يعني ويكون دمجه جدا جدا قوي فطبعا زي ما تشايفين الكريت ريتنج وكريت دمج دمج ريلوود سبيد دربلتي طبعا يعني يعني باغلب الافخاخ يعني حاط فيها الفرصة مع الضرر مع دمج مع ريلوود مع دربلتي يعني هيك انا بنظري بشوفها جدا جدا ممتازة يعني فاذا انت عندك بركات افضل منك ممكن انت تحطها وتعتمدها عنا منيجي على الفخ اللي بعده اللي هو الفخ الغاز طبعا فخ الغاز عنا يا فزيكال بشتغل على الفيزيكال جدا قوي على الالمنت بكون ضعيف شوي لكن اداءه جدا قوي يعتبر من اقوى انواع الافخاخ طبعا مع يعني اتوقع مع بعد تحديث او مهمة الفرن اللي كانت عنا ضعفو شوي بلكن ما تكلموا عنه اداءه ضعف شوي طبعا بركاته اللي هي فرصة ضرر فرصة ضرر طبعا اخر واحدة اللي هي زيادة النزيف عند الزومبي طبعا انا مش معتمد عليه الريلوود ليش بسبب انه الفخ الشوك الارضي بيعطيني ثلاثين بالمية تبطيق زائد الهيرو اللي انا حاطه في اللوداوت عندي السبزيرو بيعطيني خمسطاش بالمية سنرس يعني نسبة كويسة خمسة وارمعين بالمية تبطيق يعني انا بدي فخ الغاز يشتغل معاي مية في المية دمجه لانه من ال يعتبر من الافخاخ القوية طبعا هون عنا يعني من الافخاخ القوية جدا في الدمج الفردي ما بتدمج يعني اكثر من مجموعة زي تقريبا بدمج بمساحة مربعين حوالينه فهونا يعني بيضرب الزومبي واحد فيعني قليلين جدا اللي بيستخدموا عنا الكوزي كامب فير كوزي كامب فير للتهييل يعني هاي هي باركاتة للناس اللي حابين يشوفوها اللي هو هيلينج لانا ريلود هيلينج ريلود هيلينج دربل ايج بننتقل على فخ النار طبعا فخ ارضي للنار طبعا قوي على النار بيكون معانا قوي على النار فيعني ما حدا بيستخدموا قللين جدا لانه ما بيبطي والزومبي يمشي عليه بسرعة وما حيكون قوي غير على اذا كانت في عليك هجم نيتشر ممكن تستخدم المهمات العادية زمان كان عندنا فخ التجميد او الفخ الجليدي اللي بيجمد الزومبي ويعني صراحة حاليا جدا ما له اي اداعي او ما فيه له فوائد قليل جدا اللي بيستخدموه طبعا لما يجمد او خصوصا اذا كانت الهجمة عليك فير بيشتغل عليهم كويس لكن بشوفو انا جدا ضعيف يعني وهاي هي بير كاتو اذا حابين تشوفوها عندنا الفخ اللي بعده اللي هو عندنا الفلور لانشر طبعا الفلور لانشر هسه حاليا نستخدم في الامباكت انت نوكت اللي نزيد فيه دفعة الزومبي بالهوى لما ينزل ياخذ فل دامج طبعا هاي فل امباكت مع اخر واحدة من غير ريلود يعني شفتوها انتو اكيد او شفتوها ايام مهمة الفرن لما يطير الزومبي بالسماء ويوقع بروح بنتهي على سطول وخصوصا الاسماشرات لانه يلثى عد جدا عالي فهذا الفخ بفيدنا كثير طبعا بعد ما تخلص يعني او مثلا لما خلصت او خلصت كل شي ممكن ترجع باركاتو تخليها مثلا اثنين ريلود مع اثنين امباكت وتزيد كمان واحدة عشان تزيد عندك عدد استخدماتو الاربعة وثلاثين مثلا تصير واحد وخمسين او خمسة واربين قون عنا اللي هو الباترول وولد طبعا الباترول وولد من الافخاخ الصراحة جدا ممكن انه ماش فاهمينه او انا ممكن اني مش فاهمه او نفس الوقت اللي هو مثلا الرسونات العشوائية بتكون حوالين الميشن قريبة عليك تيجي تزرع عندك قريب راح ابعد لك هاي الرسونات العشوائية وما تقرب عليك فهذا هو استخدامه فقط لا حتى يعني ما الو بيركات ما الو اي شي فقط هو عبارة عنك تلفله فقط يعني ما فيه الو اي اي بيرك او اي شي فاتوقع هيك استخدامه للرسونات العشوائية يعني فقط يعني انا مرة قريت عنه للرسونات العشوائية الحوالين الميشن تبعتك بتحطها بتبطل تيجيك هاي الرسونات العشوائي عن فخ الشوك الآلي او الشوك لما يمر عن الزوم بيطلع الشوك منه اللي هو يعني دمجه قوي وممتاز لكن الشوك الارضي بشوفه افضل منه ممكن في ناس بيعتمدوه جوا داخل غرف الاعدام عشان تكون عندهم غرفة الاعدام فل دمج لكن انا صراحة ما باعتمدوه وهي هي افضل البركات لهذا الفخ للناس اللي حابين يلعبوا فيه هو يعني اغلب بركاتنا او اغلب البركات زي ما تشايفينها يعني متقاربة نوعا ما في البركات اللي حاطينها طبعا هون عنا فخ اللي نزل عنا جديد اللي هو اللي بيطلع نفط من داخله بيلزق فيه الزومبي لمدة 6 ثواني تقريبا او اقل يعني بعدها بيمشي طبعا هذا على النيتش رحيكون معانا قوي لما يطلع النفط تطلق عليه طلقة بيولع في الزومبي فانا عامله كلهاته دربلتي مع ريلود لانه فقط مجرد تأخير بالديا ودمجه جدا ضعيف لو تعملوا كلهاته دمج يعني تقلب هذولا الدربلتي لدمج وثنتين ريلود جدا جدا ضعيف حيكون معانا وما في اي واحد بيستخدمه قليل جدا طبعا الولدارت كنا زمان نستخدمه قبل لا ينزل معانا فخ القراصنة الولدارت نوعا ما كويس لكن من بداية اللعب الى اليوم وهذا الفخ مش مقتنع فيه ابدا فيه ناس بحبوه بحبو يلعبوا فيه كثير لكن انا من نفسي صراحة ما بحب ألعب فيه فزا ما تشايفين هاي هي البركات اللي موجودة عليه وعننا فخ الول لانشر فخ الول لانشر يعني كمان من الافخاخ جدا رائعة في تأخير الزومبي او دفعها للخلف وتأخيرها طبعا هاي افضل البركات اللي عليه طبعا ليش مزايد عليه كثير الامباكت لانه انت داخل غرف اعدام قصيري جدا او داخل الزكزاق قصيري جدا فاستغلت الهيثين يكون فيه جدا جدا ممتاز ويعني ووضع فيه ثلاثين بالمية حلوات كثير معانا فا من يجي على الفخ المهم جدا كمان للتأخير اللي هو الول لايت نظام عمله اللي هو اذا مر من الزومبي هاي الكشفات بتضوي بتعميهم بتعملهم استن وبتوقفهم يعني هذا هو التأخير تبعه طبعا البركات تبعته امباكت ريلوود امباكت ريلوود امباكت فا يعني هذا الفخ جدا ممتاز واكيد شفته بتفخيخ ثلاثين هجمة قاعدين نستخدموه بكثرة وكويس بفيدنا كثير 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 فا منطلع ومنرجع على اللي هو عندنا الفخ الشوك اللي بيجي على الحيط يعني اغلب الناس بيستخدموه اللي هو البرك الاخير اللي بيعطيك اربعة بوين ثمانية بالمية ماكس هيلث افري عشرة او كل عشر ثواني بيعطيك اذا الحيط الدمج بيعطيها هيلث يعني بنسبة اربعة فاصلة ثمانية بالمية يعني هاي للمهمات العادية ممكن نستخدمها او للمينيبوس اذا كان التراب اول ما يجي يضرب على الحيط تلزق له هذا التراب طبعا هنا مش مهمش تعمل بيركات وكان فرصة دمج يعني صراحة شايفه فخ عادي ممكن يفيدك بعض الاحيان ممكن في ناس تعتمدوا عشان هاي العشرة عشر ثواني يبقى قبل فترة اصلا قلتش اتبطلت تشتغل بس بعرفش حاليا اذا رجعت تشتغل معانا ولا لا فبنيجي على الفخ الاخير او ما قبل الاخير يعني في عندنا ظل هذول الافخاخ العادية والهيلنغ باد معروف للهيلث عنا الديفندر عنا الجنب اللي بتنططك لقدامها ينطط لفوق فعنا اخر فخ اللي هو فخ الشوك العادي طبعا فخ الشوك العادي من الافخاخ اللي جدا جدا ممتازة ليش ممتازة لانه بتعطينا التبطيء ثلاثين بالمية انا ما بعتمد على انه والله يدمجه يعطيني دمج عالي او شو مكان طبعا زي ما تشايفين هون مش ممكس بيركاته فقط انا ما اعتمد ما اخذ منه الثلاثين بالمية التبطيء ويعطيه الفعافية الفخ طبعا اذا انت حاب تعمل نفس البركات اعمل اذا حاب تعمله فول دمج اعمل واذا حاب مثلا تخلي اخر بيرك فيه مثلا اللي هو تزيدها مثلا دربلتي او ما تخليه مثلا هي الارضية ممكن تزيده لانه الدربلتي فيه جدا عالي متين وسبعين زومبي يمر عليهم ويدمجهم تايروح يعني جدا جدا نادر انه لا يخلص هذا الفخ عندك من الارضية فيعني هون بكون يعني شفنا تميع الافخاخ واتوقع انه الوال داينامو نسينا نحكي عنه انزلت لتحت شوي شفت الوال داينامو هون نسينا الوال داينامو طبعا الوال داينامو كويس لكن يعني صراحة شفته انتو قليل جدا استخدمته في دفاعات اتواين ما اعتمد على فخ القراصني جدا لانه مسافاتي بعيدة بيجيب ودمجه كويس وممتاز الوال داينامو هاي هي بيركاته كمان وهاي هي افضل بيركات لفخ اللي هو الناتشر طبعا نيتشر عفوا انه الناتشر قوي على الواتر طبعا انا اغلطت بفخ هس سبحان الله لما حكيت انه للواتر اتذكرت طبعا هونه كمان الفخ عندنا قوي على الواتر طبعا اغلطت فيها يعني الواحد مدووش شوي اه على الواتر قويين الناتشر بكونوا فعشان هيكة يعني ممكن انه ما بتعرف يعني انت تيجي تركبهم يجيك فير يكون ضعيف عليهم يجيك مثلا نيتشر ما حيكون دمجه عالي زي ما يكون على الواتر فانا بفضل او توب فايف عندي الافخاخ الجدا انا بشوفها الكل يعتمدها والكل يمكسها لو فخ القراصنة عنا الغاز عنا الفلور عنا الول ويعني وعنا الشوك الارضي وعنا فخ الول لايت يعني هذول من اهم الافخاخ الموجدين حاليا باللعبة الممكن انت تعتمدهم لا الديفنسات لاي مهمة عندك جدا قويين هاي الافخاخ بتقدر تعتمدها باقي الافخاخ اذا حبيت انت تمكسها وتسويها وتخليها عندك ماكس ما في اي مشكلة مش يعني انه سيء بكون لكن الافخاخ المفضلة انا بالنسبة للي بشوفها بالمهمات والاكثر استخدام قراصنة غاز وول عندك الول داينمو كمان كويس الول داينمو عنا الفلور عنا الشوك التبطيع عنا الول لايت يعني اذا نسيت فخ من الافخاخ جدا قوي يكتبونا في الكومنتات في يعني هذا المقطع ايجا على نسبة الكومنتات اللي كانت تيجينا في القناة على بناء تزور وارجينا بركات الافخاخ اللي عندك فاي شي بتكم اياه اكتبونا اياه في الكومنتات دائما انا بقرأ كومنتاتكم دائما بشوف شو اللي ناقصكم عشان نغطي لكم اياه وفيدكم اول في اول لانه زي ما بتعرفوا الحمد لله يعني القناة عربية الوحيدة او يعني في قنوات لكن يعني منحاول دائما نغطي لكم كل شي بخص في طور الزومبي اكتبونا في الكومنتات ايش محتاجين كمان قبل لانه مقطعنا لا تنسوا كودنا الجديد اللي نكبنا وطير حسابنا القديم فداكم يعني كل هذا عشانكم راح فلا تنسوا اللي هو ال اكس تسعين الكود الجديد ويعطيكم الف الف عافية ومنشوفكم ان شاء الله في مقاطع جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة